كتب الإنجليزي جورج أورويل رواية مزرعة الحيوان عام 1945 وتعد من أفضل مئة رواية عالمية وهي ترمز بوضوح إلى الثورة الروسية تحت حكم جوزيف ستالين أين تعرض الشعب للخداع وانتهت الثورة آنذاك بانعدام العدالة الاجتماعية وجورج أورويل هذا هو اسم مستعار لصحفي وروائي بريطاني يسمى إيريك أرثر بلير ولد بلير في الهند عام 1903 وتوفي عام 1950 ومن أشهر كتبه التي حققت ولا تزال تحقق مبيعات عالمية رواية 1948 أو الأخ الكبير يشاهده ورواية مزرعة الحيوان التي سأحدثك عنها اليوم القصة أن هناك مزرعة يملكها رجل يسمى السيد جونز يجسده لنا الكاتب على أنه عاديم الرحمة وشديد القسوة فنجده يستغل الحيوانات ويجبرها على العمل الشاق ليستمتع بعدها بمنتجاتها وجهدها ولا يعطي أي قيمة لحياتها ترفض الحيوانات هذا فتثور على السيد جونز البداية بالخنزير الذي يقول أن عليهم التخلص من تحكم البشر بهم هنا تجتمع الحيوانات وتستعد للثورة على مالك المزرعة الحركة الاحتجاجية تتم بقيادة الخنازير باعتبارها أذكى الحيوانات في المزرعة ويبدأ التمرد مبكراً عندما ينسى السيد جونز إطعام الحيوانات تفلح الحيوانات بعد ذلك في الاستيلاء على المزرعة وتطرد السيد جونز ورجاله منها ثم تضع هذه الخنازير مبادئ عامة لتسير عليها الحيوانات ومن ذلك أن كل ما يمشي على ساقين يعتبر عدوة أما الصديق فهو كل من يمشي على أربع أو يملك أجنحة كما يمنع على الحيوانات ارتداء الملابس أو النوم على السرير أو شرب الكحول أو قتل الحيوانات الأخرى كما أن جميع الحيوانات متساوية هنا تبدأ الحيوانات بالتماثل للأوامر والعمل بجد وكفاءة لاستكمال الحصاد وإثبات أنفسهم وأصبحت الخنازير أسياد المزرعة والمشرفون على الأعمال فيها ثم يبدأون بالاستلاء على حصص أكبر من حصص غيرهم من التفاح والحليب وحين تحتج الحيوانات على ذلك فإنهم يحذرونهم من عودة السيد جونز إلى المزرعة بعد تماد الخنازير في تعاملهم مع الحيوانات الأخرى وظهور الصراع بين الخنازير أنفسهم ومصادقة الخنازير للبشر ومحاولة تقليدهم والنوم على السرير ولبس الملابس وتشبههم بالبشر والتمييز الواضح بين الخنازير والحيوانات الأخرى فإن الحيوانات تثور في وجه الخنازير مرة أخرى وكأن هذا دلالة على دورة التاريخ ترجمة نانسي قنقر